هوي بريس نحو إعلام هادف والواضح أن المنشور يتحدث عن الدعاء إسرائيل السلام رغم استمرارها بإبادة الفلسطينيين وقصف وإحراق الخيام والنازحين بداخلها بساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة كما نشر زياش صورة لإحراق الخيام في ساحة المستشفى معلقا عليها بالقول الهجوم الإسرائيلي على خيام الأقصى وتفاعل ناشطون مغاربة وإعلاميون مع المنشور وأشادوا بموقف زياش المتضامن مع الشعب الفلسطيني المغربية نطفة قالت على فيسبوك إن الوقف مع الحق يصنع منك بطلا حقيقيا ودائما الانتصارات على الملعب تصنع بطلا مؤقتا ينتهي بانتهاء المنافسة بدوره قال الحقوقي محمد المدري إن زياش يبدع في مواقع التواصل بكلمتين أو ثلاث أحسن من خطاب السياسيين العرب وكتب قاسم ليران تحية وتقدير واحترام للبطل والإنسان زياش أصبح رمزا للمرؤة والشهامة والرجولة هذا الشاب الرياضي موقفه المشرف والتضامني مع أهل غزة خير مليون مرة من مواقف بعض أشباه المثقفين المتصهينين المغاربة من مؤيدي التطبيع وقال منشور لإحدى صفحات جماهير نادي الرجاء بيضاوي المغربي على فيسبوك صدقت يا حاكيم زياش وأضاف المصدر ذاته قد يتراجع مستوك في أرضية الميدان لكن مستوك ارتفع جدا في الدفاع عن القضية الأولى للمسلمين وهذا أهم شيء وأشاد الإعلامي المغربي عبدالصمد بن عبان بما كتمه زياش ووصف في منشور على إكس زياش بن نبيل لأنه انتصر لغزة وقضية فلسطين وقال محمد أمو الصالح في منشور على منصة إكس تخيل من كل المشاهر العربي المسلمين حول العالم حاكيم زياش المغربي هو الوحيد الذي نشر لهذه الدرجة وغرد سامي محمد اللاعب المغربي أحد الأصوات العربية القليلة التي تدعم القضية الفلسطينية في عالم الرياضة الأحد قصف الطائرات الحربية الصهيونية عددا من خيام النازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى ما أدى إلى اندلاع حريق كبير طال نحو ثلاثين خيمة وتسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم قضوا حرقا أمام أنظار العالم وخلفت الإبادة الجماعية للصهايدة المتواصلة على قطاع غزة بدعم أمريكي منذ عام أكثر من 140 ألف قتل وجريح فلسطيني وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تنابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة وفقا للأرض هوية بريس نحو إعلام هادف